اشتركوا في القناة ويحدثوا فيها عن تصريحات العمامرة وزير الخارجية الجزائري حول أهمية الجزائر وعضويتها الفاعلة في صناعة السلم والاستقرار في أفل في كل مرة يتجدد الحديث عن المبالغة في وصف دور الجزائر وأهميتها الحالية في لعب أدوار حول السلم والاستقرار في العالم كما استمعنا من قبل إلى عبد المجيد تبون وهو يقول بأن الجزائر جزائر قوة قوة ضاربة لعالم كله معترف بالجزائر هو ضاربة قوة جهوية صانع للسلام وبعد ذلك تجدد الأمر مع شنغريحة عندما اعتبر الجزائر الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة وهذه القوة الضاربة وهذه القوة الجهوية التي يجري الحديث عنها هي موجودة مجرد شعار مخيال هذا هي الحقيقة لا أفتري ولا أصفي حسابات مع أي طرف ولا يهمني هذا أو ذات كل ما في الأمر أنني أتحدث عن واقع حقيقي بعيدا عن الخيالات والأوهام التي يجري بها دغدغت مشاعر الجزائريين ونفخهم بواقع وهمي وقوة غير حقيقية في حين الواقع الحقيقي أن الجزائر دولة ضعيفة وأن الجزائر دولة مضروبة وأن الجزائر دولة لم تعد مؤثرة لا في القرار العربي ولا في القرار الإسلامي ولا في القرار الدولي وأن الجزائر غائبة ومغيبة وأن الجزائر حضورها الشكلي وأن كل ما يهم الدول في الجزائر هي ثرواتها وهي تلك البقرة الحلوب التي تستفيد منها دول وتستفيد منها شركات وتستفيد منها الكثير من الأطراف على حساب شعب يعيش الفقر شعب يعيش في طوابير شعب محروب من كل أسباب الراحة وأسباب الطمأنينة في شعب بلد تحولت إلى خراب حقيقي بل أن البلد مهدد بالانهيار وما إلى ذلك من هذه الأمور لسنا هنا بصدد أن نفخ في التشاؤم كما يظن البعض وإن كان التشاؤم في كثير من الأحيان قمة الوعي ولكن نريد أن نسمي الأمور بمسمياتها فالنظام الجزائري خدر الجزائريين على مدار عقود على أنهم كذا وكذا وأكثر ما ذلك أطلق الكثير من العهود وأنفق الكثير من الوعود بأن الجزائر ستصبح في مصاف الدول المتقدمة عندما أطلق سلال بأن معسكر ستكون كاليفورنيا وأطلق أيضا رئيس هذا الرئيس حزب جبهة التحرير الوطني وإن شاء الله من نوجي الخيرات المناجر التي يوجد منها غير جبيلات ستكون هذه المنطقة في المستقبل عندها تقول لي أحسن من دبي إن شاء الله أن تندوف ستصبح دبي وما إلى ذلك بل وصل إلى الوزير الأول الحالي عندما تحدثا من أن الجزائر ستصبح ربما مستقبلا من دول العشرين الدول القوية والتي تهيمن على الاقتصاد العالم وهو كل كلام في كلام ووعود وعهود لتخدير الجزائريين وتبرير بقاء هذه السلطة حتى تبلغ الجزائر أسمى المراتب إن شاء الله ولما لا مسويات نمو دول مجموعة العشرين قد يقول البعض بأن هذا صراب ولكنه ليس صراب فبدأت تظهر المعالم وللجزائر كل المقومات نحن لا نتمنى للجزائر إلا أن تكون قوة عظمى قوة ضاربة قوة مؤثرة قوة صانعة للسلام نحن لا نتمنى للجزائر إلا هذا ولكن الأمنيات في واد والحقائق في واد آخر عندما الجزائر يحكمها نظام لا يملك مشروع سياسي ولا يملك مشروع اقتصادي ولا اجتماعي ولا تنموي وأتحدى النظام الجزائري أن ينشر كتاب يتحدث فيه عن رؤيته لمستقبل البلد بلغة الأرقام وبلغة المراحل في العام الأول نحق كذا في العام الثاني نحق كذا وفي غضون خمس سنوات نحق كذا وبعد وصول الزمن ستذكرون كلامي جيدا أنها مجرد وعود كاذبة لكن لا يلجأ إلى هذا الأمر ولا يلجأ إلى هذا الالتزام فتبون عندما ترشح لم يقدم برنامج انتخابي يمكن مناقشته قدم عهود ووعود تتمثل في 54 وعد وكلها لم تتجاوز الدعاية الإعلامية وطبعا الإعلام ينسى بإعلام آخر والأحلام تنسيها الآلام وما إلى ذلك من هذه الأمر الآخر ما جادت به قريحة هذا النظام البائس بمعنى الكلمة أنه العمامرة دار بيان في موقع وزارة الخارجية يشوفوا هاكم تشوفوا في البيان يقول استقبل السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد جان طالاس المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات التابعة لمؤسسة مارتي أتساري للسلام التي تعتبر من أبرز المراكز الفكرية في فلندا وفي العالم في مجال ممارسة الوساطة لحل النزاعات الدولية شكل اللقاء فرصة لاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية وفي مقدمتها الأوضاع في كلم ليبيا مالي الصحراء الغربية فلسطين وكذا الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على كل دول العالم في هذا الصدد أشاد المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات بدور الجزائر الفعال في حل النزاعات لا سيما في المنطقة مثمنا مواقفها المبدئية الداعية للحلول السلمية وتغليب لغة الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إضافة إلى دورها في الدفاع عن القضايا العادلة والدفاع عن مصالح الدول والشعوب الإفريقية والعربية نزيد نكمل وبعد ذلك نناقشها فقرة فقرة من جانبه أكد الوزير العمامرة أن الجزائر طرف فاعل في كل المساعي الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار خاصة في محيطها الجيوسياسي لا سيما من خلال تفعيل دور دول الجوار في تسوية الأزمات في المنطقة وتفضيل الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقي شوف لغة الخشب واضحة ولغة الناس تهفي بعضها واضحة هذه واضحة أولا قال لك شكل هذا اللقاء محولة آخر التطورات على الساحة الدولية وفي مقدمتها الأوضاع في إبداها قال لك ليبيا مالي الصحراء الغربية وفلسطين يعني شوف الأخرة هي فلسطين والجزائر دائما تقول في الواقع تقول راني قضية فلسطين هي قضية قضية الأولى بالنسبة للعالم العربي والإسلامي هذه خلتها الرابعة عمرت بها وكذا الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على كل دول العالم أوكي يعني حتى أوكرانيا وكذا جات على سبيل الهامش لأنه جزائر راهي مع روسيا في غزوها لأوكرانيا روسيا التي غزت شعب آمن في بلده بلد عندها سيادة وراهي تخرب فيها وتقتل في شعبها وتهجر فيه هي آخر شيء يتكلم عليها وبعد ذلك يتحدثها لك عن الشعوب وكذا شو ما كانش ذكر الأزمات الأخرى سوريا أليست أزمة كبيرة أزمة عالمية ما كانش ذكرها ولا إشارة لها اليمن ما كانش ما هيش أزمة تدخلات إيران في المنطقة ما هيش أزمة المهم راح نجوها إذن الثالث هي الصحرة الغربية معناها الصحرة الغربية بالنسبة للجزائر راهي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للفلسطين قبل فلسطين نعم أنا دائما نقول لكم بأنهم يدخلوا في فلسطين مع الصحرة الغربية فقط باش يعطونها طابع من القداسة لأنه الجزائري حيثما تذكر فلسطين راح يكون معه إذا الجاء يجي ينتقد للصحرة الغربية يلقىها لسقعة مع فلسطين يوسك أو هذا هو وش حبي المهم هذا المدير التنفيذي يعني باين باللي راهي يف الجزائر يقول لك لمبادرة إدارة أزمة بدور الجزائر الفعال في حل النزاعات لا سيما في المنطقة أو كي أعطوني نزاع دخلت فيه الجزائر وحلاته النزاعات اللي دخلت فيه الجزائر ما زالت تتخبط هذه أولا ثانيا الجزائر أصلا راهي دائرة نزاع هي أصلا دائرة نزاع وهذا النزاع يتمثل في الصحراء الغربي الجزائر راهي طبعتها مع فلسطين والأخرى حتى تخرج من المسؤولية الجزائر أصلا افترف في هذا النزاع وتدفع إلى الحرب وتعطي في أسلحة للبوليزاريو كي تقاتل المغرب رغم أن الأمم المتحدة راهي في طريق إيجاد حل سياسي والدول كلها طرى بأنه لا حل عسكري لهذه القضية والجزائر تدفع نحو الحرب ما جي يقولوا ليش ما تدفعش مستحيل بوليزاريو تتخذ قرار حرب أو سلم بدون موافقة أو بعازم الجزائر ومهماز من طرف قيادة الأركان هذه الحقيقة ما تنكذبه ما اللفه هذا هو الواقع نوصفه كما هو إذن أنت عندك نزاع في المنطقة أنت طرف رئيسي فيه وتدفع فيه للحرب أمر آخر أنت صنعت أزمة مع المغرب لماذا لم تلجأ إلى قيم الحوار لحل هذه الأزمة؟ ولماذا لم تسعى بكل الطرق وتفتح الأبواب من الوساطة كي تعطي نموذج في مسألة الحوار؟ يقول لك في إحل النزاعات الأسئلة مثمنا مواقفها المبدئية داعية للحلول السلمية وتغليب لغة الحوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الجزائر تتدخل في قضية الصحراء الغربية تدخل شامل وكامل رهي مصادر قرار الصحراوي أليست أنت الجزائر تقول بأن الصحراء الغربية دولة وجمهورية وهي تتدخل في كل شيء يعني حتى كتحدث مشاكل الجزائر هي اللي تعبر على المواقف وليس البوليزاري قد يقول لقائل بأن البوليزاري مساكل ما عندهمش دولة وما عندهمش وسائل إعلام الجزائر رهي هي اللي تحاول توصل صوتهم لا هنا في هذه الحالة من المفروض أنت تعترف بها ركا دولة وتعترف بها دولة وراك تشيد بأنها عضو في الاتحاد الإفريقي وما إلى ذلك من المفروض هم اللي يدير وانت أساعدهم أسي روجلهم إعلاميا هذا هو المنطق وش يقول ولكن أنه إذا أي موقف يحدث وعمر بالله هو اللي يتحدث والعمامر هو اللي يتحدث وكذا وكذا خلاص صادرتم القرار صادرتم قرار البوليزاريو بمعنى الكلمة أمر آخر هذه القضية قضية مغربية ومع البوليزاريو هل يش الجزائر رهي طرف أساسي في هذه القضية ما جي تقولي بأن الجزائر صانعة سلم وتقولك تغليب وتغليب لغة الحوار وعدم تدخل في شؤون داخلية وإضافة إلى دورها في الدفاع عن القضايا العادلة والدفاع عن مصالح الدول والشعوب الإفريقية والعربية هل دافعت الجزائر يوما عن مصالح الشعب اليمني؟ هل دافعت الجزائر يوما عن مصالح الشعب العراقي اللي يذبح من طرف إيران والحرصة الثورية؟ هل دافعت الجزائر يوما عن مصالح الشعب السوري اللي ذبحوا نظام الأسد ودخلت روسيا وغزات البلد والميليشيات الإيرانية راهي تعبث هنا هل تدخلت يوم الجزائر وعبرت عن مواقف نفاعا عن الشعب اللبناني الرهينة لدى ميليشيا إرهابية تتمثل في حزب الله هل دافعت اليوم الشعب الجزائر ودافعت الجزائر يوما عن كشمير أو دافعت عن قضايا الأحواز أو غيرها أبداً بل أنها في محور إيران التي ترعى منظمات إرهابية وتدمر وتتدخل في شؤون الدول أين هذا القضايا العادلة اللي توقف معها الجزائر حتى الشعب الجزائر اللي أراد تقرير مصيره في فطرة معينة وطالب بالتغيير تم الإنقضاض على مساره يعني الجزائر تصنع في السلام وفي الحوار هي العسكر أشعلوا حرب أهلية في التسعينات أدت إلى مقتل ربع مليون جزائري يعني الشعب الجزائري وقتل الممارسات والانتهاكات التي تحدث في الجزائر لحقوق الإنسان لا يمكن وصفها تعذيب في السجون وما إلى ذلك من هذه الأمور أنت تريد أن تكون مثال في الحوار السياسي وفي تقرير مصير الشعوب والقضايا العادلة وأنت شعبك ترفس فيه ترفس فيه بمعنى الكلمة السجون مليان الآن بمعتقلية رأي في الجزائر وجي تتحدث لي وتحب تكون مثال في هذه الأمور يعني واضح أن رئيس هذا اللجنة هذه والله ما عدا أنه يريد شيء ما تحت الطاولة فقط ويسوق لهم هذا المديح لكي يخرج من عندهم يخرج بشيء ما المهم أما العمامرة يقول من جانبه أكد الوزير العمامرة أن الجزائر طرف فاعل في كل المساعر الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار خاصة في محيطها الجيوسياسي أوكي المغرب أليس عنصر فعال وهام ومؤثر في هذا المحيط الجيوسياسي لماذا لجأتم إلى التصعيد مع المغرب لماذا لم تفضلوا خيار الحوار لماذا إذا كان المغرب مارس أعمال عدائية أكشفوها حتى تقام الحجة على المغرب وليست عليكم لهذه اللحظة الحجة مقامة على النظام الجزائري أنه نظام ظالم أنه يريد ابتزاز المجتمع الدولي أنه فقط يريد يضغط على المغرب من أجل جمهورية البوليزاريو فقط ولذلك يستعمل في كل الدعاية والإدعاءات والدعاوة من أجل فقط الضغط عليه في المسألة الصحراوية خاصة أن هذه القضية تتجه نحو الحسم لصالح المغرب في ظل هذا التمدد الدبلوماسي الكبير وفي ظل هذا التنافس الدولي على دعم المغرب يعني أنت رايح تقول بأنه تعزيز السلم والاستقرار في محيط هجيو سياسي يعني بالله عليك أزمة مع المغرب قطع العلاقات الحدود مغلوقة غلق الأجواء أيضا المناورات العسكرية على الحدود دفع البوليزاريو إلى عمليات عسكرية ضد المغرب كل هذه تدخل في إطار إحلال السلم تقول لي السلم الورود لا تأتي إلا عبر البرود هذا منطق لا يمكن أن يمر في منطقة أولا بين شعبين شقيقين بين دولتين لديهم حدود مشتركة وتاريخ مشترك وقيم تكاد تكون واحدة هذا مع جهات أخرى وأمم أخرى ولكن في محيطنا العربي والإسلامي وقيمنا المعروفة الأمور لا تسير وفق هذا المنطق الغبي يزيد يقول العمامرة لا سيما من خلال تفعيل دور دول الجوار في تسوية الأزمات في المنطقة وتفضيل الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية أوكي المغرب ماهوش دولة جوار يعني على الأقل اكتب بين قوسين إلا المغرب باش نعرفوا بلي رك ما تحدثش عن المغرب هروا كل يجالس معاك على بينه بلي راهو هناك أزمة مع المغرب وهذا يريد أيضا راهو حاب يلعب دور ما في هذا النزال المعلومات ومعطيات المتوفرة لدي تقول بأن هذه المؤسسة راهي إما جابتها الجزائر من أجل أن تستعملها في وسطات أو أنه هي تحركت من أجل الوسطة والأرجح أنها تريد لعب دور ما يعني تروح تجيب هذه الإدارة الأزمات لمبادرة هذه الإدارة الأزمات وتستقبله في وزارة الخارجية وتروج وهو يمدح فيه كنت تمدح فيه وتمدح في الجزائر والواقع غير ذلك تماما لو أن الجزائر ما عندهاش أزمة مع المغرب وأن الجزائر فجأة اكتشفت بأن المغرب يمارس أعمال عدائية فضلت أن تلجأ إلى طريقة معينة مع المغرب تعال أجلس على طاولة الحوارات فضل هذه الأدلة التي تدينها والله الجزائر ستكبر وتكون حقيقة الدولة راهي دولة سلام ودولة تصنع الاستقرار وما إلى ذلك ولكن هي تعاملت بمنطق آخر اليوم من هذا ما قدمت أدلة وما أي شيء من هذا القبيل وفي نفس الوقت تريد أن تصوق لنفسها أنها تكون وسيلة فاعل كذا والله صدقوني أيها الجزائريون أن هذه الاجتماعات التي تستقبل فيها الأطراف ويستعمل فيها المال العام هدفها فقط أن يجيبوا ناس يمدحوا الجزائر فقط هذا الشخص هذا ربما الجزائريين أكثر ما يسمعوش به الجزائر ينظر إلى واقعه أنت جي تقول بأن الجزائر ما عندها حتى مشكل مع أي طرف وانت عندك أزمة نهار كامل تلفزيونات الجزائرية تسب في المغرب نهار كامل عمار بلاني يسب في المغرب هل أيضا الجزائر التي تريد أن تصل على السلام وتناصل قضايا العادلة وما إلى ذلك من هذه الأمور هل يجوز لها أخلاقيا أن تعمل على صناعة نزعة انفصالية في الريف المغربي وهي أراضي مغربية شعب مغربي آمن في تحت سيادة بلده أنت تروح تعمل بهذه الطريقة وتهدد وتحاول أن تصنع شبكات وترجع إلى أشخاص فرين من هذه المنطقة أو أنهم يتواجدون في أماكن أخرى وتريد أن تستعملهم في إطار نفخ في نزعة الانفصالية هل هذا دور دولة؟ الدولة التي تمس بوحدة ترابية لدولة أخرى أو أنها تخطط للمساس بها هل هذه دولة يمكن أن يعول عليها في صناعة السلام؟ هل ناصرت الجزائر قضية سبتة ومليلة وهما مدينتان مغربيتان تحت الاحتلال الإسباني؟ ها هي عندهم أزمة مع إسبانيا الجزائر عندها أزمة مع إسبانيا ووصلت الأمور إلى ما لا يمكن تخيله ورغم ذلك لا تستطيع عندها بالنسبة لها أن المعروف الدول عندما تقع معها أزمات تجبدلها الملفات نتاح ها هو احتلال إسباني سبتة ومليلة وعليش ما تكلمش عليها الجزائر؟ أليست هذا احتلال بمعنى كامل الأركان؟ أبدا لأن القضية تتعلق بعدوها من المغرب فإذا ما يجيش أمر آخر الجزائر اللي حب تصنع السلام نروح المسألة تتمثل في الهجرة غير الشرعية الحراقة يوميا يا جماعة الباطو هذك السفينة هذيك تنطلق الأخبار كلها في صفحات الفيسبوك أنها انطلقت اليوم على الساعة الفلانية سفينة تنقل أو قارب ينقل عدد ربعين خمسين جزائريين الناس كل عارفة الأسعار الناس كل رايع لبالها اللي يحب يحرق يجمل المئة مليون انتاعه ويروح لبراسة ويخلص ويمشي وهذه الناس توزع أصلا حتى في شبكة الانترنات المعلومات كيفاش باش يحب يحرق كي نهناء احتمالين الاحتمال الأول أنه السلطة متورطة في هذه القضية شعب جوعاته وفي الأخر تساعده على الهربة وتديله آخر مبلغ عنده وتخليه يروح الله اللي يرده هكذا هذا هو منطقه وليس منطقه أنا هذا مواطن جزائري يجب أن يعود إلى بلده ويبقى في بلده هذا هو ومعناها أنه جهات أمنية متواطئة لأنه لو كانت الجهات أمنية غير متواطئة كيفاش واحد يدير الدعاية نفسه حتى في شبكة الانترنت باش يهرب الناس وعلى بل القارب انتاعه والناس وين تروح له كل شيء والمخابرات ما على بل هاش ما حاجت لوموا أنفسكم أنه الدولة الفلانية راهي جسست عليكم مدام أنتم ما تقدرش توصلوا حتى إلى الناس اللي يصرعوا في القوارب على عينك يا تاجر أمر آخر البحرية المعلومات المتوفرة تقول بأن هناك طواطئ طواطئ هذا الطواطئ وش بسببه إما عنده سببين أساسيين أولا إما أن الجزائر راهي حدث فيها فساد الأجهزة وهذا الفساد وصل خلصوا من هذا ما للشباب باش ما يصدعوا الناشة روسلا يزيدوا يدولوا صواردوا وصارت هذه التجارة مربحة إلى مافيا تتواجد في السلطة وهذه المافيا عندها جذورها في البحرية وعندها جذورها في الأجهزة ما تستطيع أنه واحد يمسها يعني أنت تهرب ربع مئة أربعين شخص كل واحد بمئة مليون راهي ربع ألف مليون وهكذا أعتقد أحسبا يعني صارت أحسن تجارة مربحة للمافيا لموجودة في الجزائر مافيا المال هي قضية تهريب الجزائري يحقوا بها مكاسب يدولهم صواردهم يهربوهم للذفة الأخرى وبعد ذلك يزيدوا ورجعوهم ويزيدوا عندهم شبكاتهم حتى عند المحامين يديروا لهم قضايا ويزيد المحامين يددوا الدرهم ويقسموا معه وصارت مافيا هذا إذن أنه هذه مافيا منظمة أو أنه فساد داخل الأجهزة الأمنية وهذا خطير للغاية يعني وصل الفساد في الأجهزة الأمنية أنه صاروا يستعملوا في الأرواح البشرية والهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية التي هي تهديد للاستقرار تهديد للسن هذا هو أمر آخر إما أنه الجزائر متعمد إذن غير متعمدة الأمور تعود إلى الفساد وكذا وكذا أو أنها متعمدة عندها أزمة مع إسبانيا فالجزائر الآن تريد أن ترضخ إسبانيا عن طريق فتح المجال للهجرة غير الشرعية لإزدادة الجزائر تدعي أنها تحارب ولكن الأمر في تزايد كان كل يوم يروحوا قوارب زوج الآن راهي بالعشرات ويوصله النورمال وعادي والمفلوس تمشي والتجارة مربح إذن الجزائر في هذه الحالة تستعمل في الهجرة غير الشرعية لتهديد إسبانيا معناها تهديد أوروبا معناها أن هذه الدولة ليست صانعة على استقرار الهجرة غير الشرعية ودعمها مجرمة في القوانين والاتفاقيات بين الدول والدولة التي تستعملها معناها راهي تهدد أمن الآخر إذن الحرقة دليل آخر على أن هذا البلد لهذا النظام لا يصنع الاستقرار لا يصنع الاستقرار لا يصنع الأمن إذا كان ما يقدرش يوفر الأمن والاستقرار إلى الجزائريين صاروا الناس الآن تحرق بطريقة بطرق مختلفة يعني هناك هذه انفصالية كبيرة عن الدولة وصلت الأمور أنه يدخلوا حتى للطيارة ويموتوا وشفناها هذه الفضيحة التي حدثت مؤخرا في مطار هواري بوميديون وشفناها قبل لهذا كان يوصل إلى باريس مع البضائع الشاء الفتى هذا وما إلى ذلك شوف هذه الدولة اللي صانعة للاستقرار والله راهي هذه الأفعال هي اللي تخليها تتحدث عنك يا لو كنجيب مراكز العالم كلها تعطيلها الفلوس باش تذكرك بخير والله لن تغير في الواقع شيء لأن الواقع في واد وهذه التصريحات في واد آخر بل أنه هذه التصريحات فضحت الجزائر فضحت النفاق الجزائر الرسمي فضحت الكيل بمكيالين أنت تروح جيب هذا وتستقبله يقدم لك المديح وأنت تقدم له مديح يعني هل حقيقة أنه هذا الأمر ممكن أن يضيف شيء للجزائر؟ يعني أدول العالم الآن راح تصدق هذا المدير هذا المبادرة إدارة الأزمات أنه الجزائر راهي دورها فاعل وتصنع السلام والاستقرار والعالم الآن أكبر القوى والدول العربية تجمع جميعا أن الجزائر تدعم في الانفصالية في المغرب راهي تهدد وحدة الطرابية المغربية راهي تضرب استقرار المغرب أنت لا يكفي فقط كيف تنظر أنت إلى هذه الأزمة يجب أيضا أن تقنع الآخرين الآخرين اللي اقتنعوا بهذه القضية اللي اقتنعوا بالمال العام بالأموال التي أعطيت إليها كي لقامت جهة أخرى تخلى عليك واللي بقي راهي يضرب من الخزانة العمومية في المال باش يبقى يساند قضية صحراوية ترى ما هي مصالح الجزائر؟ خليها علامة استفاة أصلا اليومنا هذا النظام لم يستطع لا إقنع الجزائريين ولا غير الجزائريين ما هي المصالح الاستراتيجية للدولة الجزائرية بدعمها لهذه القدم ما قدم خليلي من حكايات الشعوب وتقرير مصرية لأنه النظام الذي يذبح شعبه وسجن شعبه وعذب أبناء شعبه في السجون لا لي شيء إلا لأعطى عبير عن رأي يتعلق بالتغيير هذا ما يمكن أبدا أنه يساند القضايا العادي للأخرى قال لك ليبيا أين دور الجزائر في ليبيا؟ وين هو دور الجزائر في ليبيا؟ أين دور الجزائر في مال؟ كل جزائر رأي صدرت الإرهاب إلى مال القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي جزائرية بامتياز وتم إعلانها في جبال العاصمة في القريب في جرجرة وجبال البويرة وكذا من ثم هرط للساح الجزائر لم تلعب أي دور أصلا في منع هذا الانهيار الذي حدث في ليبيا المهم اختصارا لما قلناه أن الأفعال هي التي تعبر لما جات وكالة الأنباء أرادت أن تمدح تبون قالت بأنه جاء إلى زمن الأفعال وليس زمن الأقوال الآن راكم تمارسون إلا الأقوال نظام يمارس فقط الترويج بالأقوال إلى أشياء غير موجودة في أرض الواقع لذلك الأفعال شيء والأقوال شيء آخر الدولة التي تصنع السلام في المنطقة هي عندما يتعلق الأمر بها هي تتعامل بمنطقة يكون يصنع السلام دولة التي تدعو للحواء وتراهن على الحواء وتراهن على عدم التدخل في شؤون الدول لا يمكن أن نسمع من واحد مثل عمار بن لاني أنه يحرض على الانفصالية في الريف المغرب الدولة التي تدعي أنها لا تتدخل في شؤون الدول وأنها تدافع عن الشعوب لا يمكن أيضا أن تدعم نظام اقتل شعبه مثل نظام السوري أمر آخر أنها تعلن على الأقل مواقف فرافضة لتدخل إيران في الشأن السوري والعراقي واليمني وغيره واللبناني الدولة التي تقول راني مع الشعوب في قضاها العادلة هناك شعوب أخرى تعاني الأمرين تعاني من الاضطهاد تعاني من الاحتلال تعاني من الغزو عندنا في كشمير عندنا الرهنجية عندنا الأحوازيين عندنا غيرها هل سمعتم هل سمعتم يوما لموقف جزائري يدافع عن هؤلاء هل يعقل أن الجزائر تصنع السلام وهي تتخندق مع إيران التي صنعت الإرهاب وتصدر الميليشيات وتقف وراء مقتل ما لا يقل عن مليون سوري فقط إذا حسبنا العراقيين وليمنيين فهم ملايين فضلا عن المهجرين والمشردين في كل أنحاء العالم يحق للجزائر أن تتحدث في كل شيء إلا أن تتحدث عن صناعة الاستقرار والأمن فهذا في واد وهي في واد آخر فما يفعله العمامرة ومن معه مثل تلك التي تحاضر في الشيء نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم رحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة